اشتركوا في القناة في تفاصيل أكثر في الخبر مكتب التنسيق للجامعات الحكومية كشف أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق سوف تعلن ظهر غدا الأحد في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي طبعا فاطمة نتائج سوف تعلن للطلاب حبيبنا اللي نجحوا ألف مبروك لهم عقب انتهاء المؤتمر الصحفي مباشرة على الموقع الإلكتروني للتنسيق خالص أمنيتنا إن شاء الله كل اللي عايز رغبها تتحقق له بإذن الله من بوابة مبتدى نروح لبوابة الجمهورية وزير الزراعة ومحافظ الأخصر يتفقدان مركز الابتكار ونشر المعرفة في التفاصيل تفقد وزير الزراعة وستصلاح الأراضي السيد القصير يرافقه محافظ الأخصر مصطفى الهامي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمية بالقاهرة تفقده مركز الأخصر التنسيقية من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة في صعيد مصر ووزير الزراعة الشارع خلال تفقده للمركز إلى خطة برنامج الأغذية العالمية التابعة لأمم المتحدة والخاصة بمصر وطبعا من ضمن أهدافها هو إنشاء مركز الأخصر التنسيقي وده حيث في نشر التوعية وتوفي فرص عمل وكمان بيعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وده أهداف طبعا تتوافق مع المبادرة الغيسية والكادة السيسية طبعا المهتمة بتطول لي في المصري أيضا تفقد السيد القصير والوفد المرافق نماذج الدورات التدريبية عن تطبيقات المناصة الزراعية وأخرى عن الشمول المالي وأهمية الشمول المالي بالنسبة للعملين في قطاع الزراعة واستمع لعدد من طلبات المزارعين وأصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة في محافظة الأخصر ومنطقة الصعيد